شباب البومبا الحادي عشر الحلقة الواحد والعشرون يا بعد حي الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل شباب البومبا الحادي عشر التي تحمل اسم يا بعد حي شهدت زيارة حصة رماس منصور عم عامر فيصل العيسى إلى منزل شقيقها أبو عامر في إطار كوميدي ذهب أبو عبيد إلى منزل عامر ومعه صندوق مليء باللحوم والورد أخبره أنه هدية الأمر الذي أصار استغراب عامر ووالده لمعرفة ما سبب الهدية وبعدما دخل أبو عبيد وجلس مع أبو عامر طلب منه أن يتزوج شقيقته حصة وسف ينفذ لها جميع طلباتها لكن عامر كان له شروط أخرى لكي يوافق على زواج عمته حصة وطلب من أبو عبيد أن يؤجر له الاستراحة سنة مدفوعة الأجر وكل شهر يرسل لهم زبيحة مجانا ويتكفل بجميع مصاريف الاستراحة ووافق أبو عبيد بعد تصرفات حصة مع البنات في الاستراحة حاولوا أن يخططوا الانتقام من حصة بعد قطع كهرباء عنهم والاتصال بها ليشككوا في زوجها أبو عبيد وإنه على علاقة بفتاة أخرى غيرها تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول قضايا الشباب السعودي بطريقة طريفة حيث يقدم عدة حلول لهذه القضايا ويضم المسلسل مجموعة من الممثلين أبرزهم فيصل العيسى ومهند الجميلي ومحمد الدسري وعبد العزيز الفريحي ووائل الحربي وسليمان المقيتب ومرزوق الغمدي وعبد الله المزياني وعوض عبد الله وهو من إخراج أشرف العبادي بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة